دولة بالكامل بتتحرك عشان امتحانات السنوية العامة خليباك ده من ضمن الحاجات برضو اللي هي ما بتحصلش في الدنيا يعني بس احنا عندنا كده قرس وقلق عند أولياء الأمور وقلق عند الطلاب بيؤدي إلى إنه الدولة كلها بتبقى مستنفرة عشان خطر السنوية العامة يعني تلاقي إنه الناس قلقانة إلى هذا الحد خالفين على الولاد من إيه مش عارف طبعا يعني أنا مش عارف إيه اللي يخلي في قلق شديد على الولاد فتلاقي الدخلية الحقيقة متفضلة جدا مشكورة حضر يا جماعة أنتوا قلقانين من عينينا هنأمن لكم كل حاجة هنأمن المدارس وهنأمن الشوارع وهنأمن ولادك وكل حاجة هتبقى زي الفل وتمام ما تقلقوش على الإطلاق السنوية العامة يا جماعة سنة دراسية عادية زي كل السنين الولاد بتنجح فيها بإذن الله فيش أي مشكلة واللي هيتفوق 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 هيتطلع من الأوائل بإذن الله فيش أي مشكلة خالص ثق دائما أن كل حاجة هتمشي أحسن من اللي أنت عايزه أنا دائما ما يجي كلام على السنة والعامة أقول لك وأنت ألأمن إيه يعني بجد يقول لك أنت مع السنة المفصلية اللي بناء عليها بحدد مستقبلي ماشي كويس وبعدين يحصل إيه بقى والكلية بتاعتي ومستقبلي في الحياة أنا اتخرجت من كلية الاقتصاد وبشتغل في الإعلام أيها ولا سنة بفصلية ولا أي حاجة خالص ده على سبيل المثال الحصر يعني ومش أنا الوحيد اللي متخرج من اقتصاد في الشغلنا دي وعندي زملة تانيين من الشغل دي من المزعين الأشاوس يعني كبار اللي متخرج من اقتصاد واللي متخرج من سحة وفنادق واللي متخرج من ألسط وإيه كمان آه يعني ده اللي أنا فكره كويس والزملاء الأعزاء الكبار دول ده يعني مزعين عشرة على عشرة فل الفل طيب هتيجي تقولي قد يكون المهنة بتاعتكم متعلقة بالموهبة مش ماشي حاضر أنا اشتغلت في الشركة زمان بعد ما اتخرجت شركة كبيرة جدا من شركة الاتصالات الكبر يعني آه وكانت شركة متعددة الجنسية وليها هنا هو في مصر بتقدم الخدمات بتاعتها المهم اتذكر جيدا انه المدير العام المالي فينانشل اوفيسر بتاع الشركة خريج هندسة القاهرة الرجل وجد نفسه في الأرقام اكتر ما وجد نفسه مثلا في العمارة او المدني او الميكانيكا او الاتصالات وخرج هندسة اتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة وبدأ يشتغل في الأرقام والأوراق والحسابات والحاجات المالية بص يا مولانا مفيش حاجة اسمها سنة مفصلية في حياتك مش حاجة اسمها كده على الاطلاق على الاطلاق في حاجة اسمها أنا بعمل اللي عليها ولا أحمل الأمور أكبر من أحجامها على الاطلاق مدرسة مذاكرة امتحان اعمل اللي عليك في المدرسة اعمل اللي عليك في المذاكرة اعمل اللي عليك في الامتحان ممكن ما تتوتروش هنشوف الأراء وهنشوف الطلاب وأولياء الأمور ماذا يقولون في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة